كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي منظومة الشكاوى الحكومية بسرعة التعامل مع أي شكوى واردة بشأن المبالغة في زيادة تعريفة الركوب أو احتكار المنتجات البترولية واشدد رئيس الوزراء على زيادة الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة وذلك للتأكد من التزام الصائقين بالتعريفة الجديدة مع ضرورة أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع زيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وفي هذا الإطار أجرى مدبولي اتصالات مع وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين للتأكيد على ضرورة تنصيق الكامل بين مختلف المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى كما كلف مدبولي بتفعيل غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء لتتولى التنصيق بين مختلف الجهات المعنية